السلام عليكم فيديو جديد مراجعة جديدة التليفون ماشي جديد تليفون قديم واللي هو الايفون 12 برو ماكس الايفون 12 برو ماكس من بين افضل تليفونات اللي خرجات ابل كيت تعتبر تليفون يعني متكامل في كاميرا زوينة ومعالج زوين باتري مزيان كده كده ولكن كان واحد الايفون اخر قريب لفتامن تقدر تاخده الى بغيت تضحب واحد حاجة كان في هذا الايفون هذا فالمهم بلما نزل تطول عليكم كتر سنشارك معكم تجربة ديالتي للايفون 12 برو ماكس في 2024 واشي سهل الشراء ولا لا ما هو الايفون الذي تقدر تاخده بلاس ولا مهام منك بعد الحوايش المهم ما أعلناش اول حاجة نبدأ بها وهو الديزاين ديال الايفون 12 برو ماكس وهو نفس الديزاين ديال الايفون 13 برو ماكس والايفون 14 برو ماكس والايفون 15 برو ماكس فقط الشكل ديال الكاميرات كيكبر كل مرة كيكبر شوية على النسخة اللي قبل هذا يتعلق بالديزاين ديال الكاميرات او لاتسميم الكاميرات بالنسبة لدهر في الايفون 12 برو ماكس كي يجينا بنزاز جناب من ستايل السيل ولكن إن قد نصل على دقيقة واحدة تغير ديزاين ديال الايفون هات الخير ابتداءة من الايفون 14 برو ماكس سوف تلقب بلي موقعش عندنا النوتش ولا عندنا ديناميك ايهلند في الايفون هات جدا الايفون 12 Pro Max كي يجينب بالنوتش ولكن مع الحجم ديال الشاشة كبير وخاوة صراحة موزعيج وخصوصا في الايفونات صغار كي ما كنت شاركت معاكم في الايفون 13 نورمال في الايفون 12 Mini الايفونات اللي الحجم ديال اللي كرون فيهم صغير كتحس باللي النوتش واخد لك واحد الجزء اللي كبير من الشاشة ولكن هنا مع الايفون 12 Pro Max الحجم ديال اللي كرون كبير فالنوتش هنا بالنسبة ليه جاني عادي وما ديران جانيش في الاستخدام ديال الايفون الشاشة نام طبيعي الحال في الايفون 12 Pro Max من بين افضل الشاشة اللي تقدر تاخد في هاتف بمحمول حد الساعة باقي كتعتبر شاشة اللي ممتازة شاشة من نوع Super Retana XDR OLED كتدعم الديل بي فيجين كتدعم الـ HDR10 الصوتوات دياله تحتش مش ممتاز غادي تشوف كل شي بشكل واضح الصوتوات دياله يوصل حتى الـ 1200 نيتس ولكن مع الاسف كتحس هنا فقط 60 هرتز يلولي في الـ 120 هرتز اللي كان في لاسيري الايفون 14 ولا لاسيري الايفون 15 فغاد تحس باللي كان عن فرق اما يلقرنا مع بعض تلفونات اندرويد في الاقتصاد العليا اللي كيجي هم 120 هرتز فما قداش لقى واحد الفرق اللي كبير بزاف وهاتش ما كيعتمش فقط على معدل تحديد شاشة كيعتمت حتى على السلاسة ديال السوفتوير ديال ابل اللي كي ماركم عارفين السوفتوير ديال ابل كيبقى من بين افضل للسوفتوير اللي متواجدين على سمارت فون من ناحية ديال السلاسة ومن ناحية ديال الخفة والاستجابة من طبع الحال كينين في بعض الامور اللي ناقصة بالمقارنة مع اندرويد اللي كيبقى اه نظام تشغيلتي اوه ممتاز وفيه بزاف الحويج زايدين على نظام تشغيل اه لا يويس وقبل ما نزيد ونكمل المراجعي لكي تستفد من المحتوى اللي كنقدم ما تنساش تدير لايك الفيديو لأول مرة تشوفني او لكي تشوفني ديجا وكتفرج فيها وما نشترك في القناة مهم بزاف لي انني تشترك في القناة او لا تابونه باش يكبروا عندي لي زابوني هاتش يغلوني بزاف باش نزيد نقدم محتوى كتر على قناة فما ننساش تدير هاد العيبة هذه ديال اابوني لتحديلها ما مابونيش ولايك بما ان نظرنا على الشاشة وولتكم بالشاشة ممتازة او لألوان فيها ممتازين وحتى الحجم ديالها كبير 6.7 بوس الناس اللي كيبغيوا يشوفو محتوى على التليفون فالايفون 12 برو ماكس اكراون الكبير وغادي تشوف فيها محتوى بشكل ممتاز وبما اننا كنحضر لها مشاهدة المحتوى من طابعة الحال الصوت كيبقى مهم بزاف والصوت في الايفون 12 برو ماكس كيبقى صوت اللي ممتاز صوت اللي ستيريو من طابعة الحال الايفون كيدعم سمعات ستيريو او كيتوفر على سمعات ستيريو ومنين كتكون كتشوف شي فيلم او لا تصن الموسيقى ولا شي حاجة كتحس بلي الصوت يعني محيطي بيك صوت اللي مدخم صوت اللي ممتاز مطابعة الحال الصوت اللي نقي اما منسبة لمستشعرات فاكيد الايفون 12 برو ماكس كيتوفر على جميع المستشعرات هادي ببلا ما تحتاج تسول عليها الا الا خديتهم استعملوا لقي شي مستشعر خاسر فحاول تستيوهم كاملين الموين ما اعلناش من نسبة الناس اللي معمرهم خدموا بايفون خصة الايفونات الاخرين فالايفون ما كيتوفرش على مستشعر البسمة كيتوفر على الفيس اي دي يعني كيسكاني ل وجه دي لك وبيه باش قد قد تفتح التليفون ماشي بمستشعر البسمة الناس اللي مولفين هواتف اندرويد وكيما قلت لكم منقبل باللي صوفتوير دي لال ابل الايو اس كيبقى نظام اللي ممتاز نظام اللي ساليس نظام اللي اه كيعطيك يعني تجربة استخدام ممتازة وحتى المعالج اللي كان في لايفون 12 برو ماكس كيبقى معالج اللي ممتاز اللي غي يقدم لك اداء اللي مخير فتح تطبيقات سرعة دي الاستجابة فما غديش تحس باللي التليفون كيتقال او لا ك كيتخرج من بلاسة ودخل بلاسة وخرب الزربة فال ايفون كيكون معاك طيارة من طبيعة حال المعالج اللي متوفر في الايفون اه 12 برو ماكس من نفس ابل اللي هو الابل بايونيك اي 14 اللي كيجنب معماريات سنعي 5 نانومتر معالج اللي ممتاز كيما قلت لك اعطيك اداء اللي مخير فتح تطبيقات الحال الايفون غادي يلعبك مزيلا انا جربت دي جابب جي على الايفون 12 برو ماكس وتقدر تلعب الاعدادات اللي بغيت وغي اعطيك تجربة ديالالعاب اللي م اما بنيسبة التحديثات اللي ايفون 12 برو ماكس لحد ساعة كيتوفر على اخر تحديث ديال لايوية سبعتاش فاصيلة تلاتة فاصيلة واحد ومن طبع الحال الاخديثه ما زال غادي توصل بتحديثات واحد لديالسنين او لا اربعة ديالسنين ما زال ما ديش لقى مشكل من ناحية ديال التحديثات في لايفون 12 برو ماكس اما بالنسبة اللي باتري فى كيما كان عارفو ابل دي ما كان عندها مشكل في الباتري فى الزاي فون الاقدام احطى الايفون 12 لا سيريال الايفون 12 مما كانش تافضل حال في الباتري. المشكلة للباتري تتحل في الايفون تتعش. ولكن طبعا مع التحديدات الجديدة سيقدم لك تجربة البطارية اللي ممتازة بالنسبة لي. من طبيع الحال مماشي بحال الايفون مثلا اه 14 برو ماكس اللي كان خدم به. اه غادي تحس باللي كان واحد الفرق اللي كبير بيناتهم. ولكن من طبيع الحال اليك الاستخدام ديالك يعني متوسط تقدر انك تخدم بالكارت جي نهار كامل ويكمل معك الايفون اه النهار الايفون تناشي برو ماكس يكمل معك النهار يعني ما عندكش مشكل. اه خصصا الى كانت تليطة ديال باتريبها خمزينة. الساعة البطارية هي 3687 ميلي اومبير. طبعا الحال الايفون 12 برو ماكس كيدعم شحن سريع. خمسين في الميال اللي اولا غادي تشارج اليك في نص ساعة. ومطبع الحال الايفون 12 برو ماكس كيدعم الويرلس تشارج بقوة ديال 15 وات. اما بنيسبة الاكتر حاجة غادي تعجبك في الايفون 12 برو ماكس واللي هي الكاميرات. وماشي غير في الايفون 12 برو ماكس. اغلب الايفونات اللي جربت. اه الكاميرا فيهم ممتازة. الايفون 12 برو ماكس كيجينا بتلاتة ديال عدسة في الكاميرا الخلفية. وكلة وحدة فيهم بضيقة ديال 12 ميجا بيكسل. الاساسية 12 ميجا بيكسل. اولترا واي 12 ميجا بيكسل. وشيلي فوتو 12 ميجا بيكسل. تصور اللي غادي يعطيك الايفون 12 برو ماكس صور اللي ممتازين. من طبع الحال فاش قارنت بعد تصور دياله مع الايفون 14 برو ماكس اللي عندي. حسيت بلي كان شوية ديال التفاصيل في الايفون 14 اه برو ماكس على الايفون 12 برو ماكس وهذه حاجة طبيعية خاصة يكون شوية ديال الفرق ولكن على العموم كي بقوا تصور اللي ممتازين ناضين بزيق وخصوصا الفيديو في الايفون 12 برو ماكس يعطيك تجربة اه فيديو اللي ممتازة انا صورت به واحد الفيديو اللي غادي نعرضه لكم ده با شوية ولي كنت كانت تمشي وكان حركي يدي واكتر حاجة صدماتنا فيه هو اه تتبيت ديال الفيديو فاش كنت كان نصور كي بلي الفيديو بلي كي يهتز شوية ولكن انفججت نفرج في الفيديو من بعد لقيت بلي الفيديو مستابلي زي مزيان حالا ما كنش كان نصور وانا كانت مشي وانا نخليكم مع تجربة ديال الفيديو بالكاميرا الخلفية بلايفون 12 برو ماكس ايوه هذا فيديو بالكاميرا الخلفية انحولوا ما بين الزاوية العارضة الوايد انجل للالترا ويد كما تشوفو 1 ايكس 2.5 ايكس استعاد شو بدي واكتر مستابلي زي فانا را كانت مشي عادي وكان حاول شن تبجي تليفون طبعا بحالي لحاول انك تبجي تليفون وتصور بطريقة اللي برو غدا تطلع فيديوهات افضل طبعا الايفون 12 برو ماكس يصور فيديو لحد الفور كي مع ستين ايطار الثانية اما بنسبة الكاميرا السيلفي حتى هي كتجنا بدقة ديال 12 ميجا بيكسل حتى هي غدا تصور بعد تصور الممتازين كما كان عرض لكم كتدعمتها هي البورتري اتعطيك تصور بخاصية البورتري جوينين ومنسبة الفيديو تحدث بالكاميرا السيلفي بتصور الفيديو بديقة الي ولكن امنتهي يجليز بينه. كان شوية ديال برد. انا قريب القراءة ونشوفوا الصوت كي غايت لحظة. والخلاص على الايفون 12 برو ماكس كي يبقى تليفون اللي مخير حاليا تشري في الفين وابعة واشنين وما زالت معك واحد ربعا ديال سنين مخيرة. ولكن طبعا كان واحد الايفون حسن منه في كل شي وقريب له في الثامن ولي هو الايفون تلتعش برو. اللي كيتعتبر فضل منه في كل شي مطابعة الحال. كاميرا حسن. معالج حسن البطارية لاداء ديالها حسن. وقريب له في الثامن. ما بينتهم مش بزاف تامن تقريبا شي الف وخمسمية درهم بحالك. تامن ديال الايفون اتناش برو ماكس حاليا نسخة ديال مية وثمين وعشرين. تامن دياله كدور ما بين ستا الف تلستا الف وخمسمية درهم فهذا الحدود فاشكي يلعب. اما بالنسبة النسخة ديال ميتين وستو خمسين فرا سبع الاف درهم. تل سبع الاف وميتين درهم بحالها كتن. اما الايفون تلتاش برو تتاوات قريبا نرى سبع الاف وخمسمية درهم حتى لثمينة الاف درهم. يعني ما بقاش لك بزاف وتاخد الايفون تلتاش برو. ولكن طبعا الى كانت تهمك الكراون تكون الحجم ديالها كبير فراه الايفون تناش برو ماكس كيبقى افضل. حينت الايفون تلتاش برو كيبقى الحجم ديال الشاشة صغير على الايفون تناش برو ماكس. وهذا ما نفعل الفيديو. تمنى تكونوا استعبتوا يمنون ونطلقوا في فيديو اخر ان شاء الله. في امان الله.